أهلا بحضراتكم من جديد اللي جاي إيه بالنسبة للأهلي مباراة فيوتشر وهي آخر مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري وبالمناسبة يعني شئ بشئ يسكر لأن في ناس كتير دايما بتحاول إن هي إيه تحط الأهلي في مكان مش مكانه أو بصورة مش حقيقية عن نادي الأهلي يمكن اللي يقول لك مثلا أصل الأهلي عايز يأجل مباراة بيراميدز طب يديني عقلك يعني بأمارة إيه عايزين نأجل مباراة بيراميدز طبعا فريق بيراميدز فريق كبير وفريق كويس وعنده إمكانيات ولعبة ممتازة ومدير الفني ممتاز بصراحة يعني تمام لكن إحنا معنويا ما شاء الله يعني كازبانين السوبر إحنا الأول في الدوري إحنا عندنا فرقة أجمد فرقة في أفريقيا مش ببالك ده حقيقة يعني فبأمارة إيه حنطلب إن إحنا نأجل بس عشان الناس تفهم يعني عشان ممكن البعض يصدق الأقويل لزاي دي أنت يوم 27 الشهر ده اللي هو بعد بكرة هو بداية الأجندة الدولية أنت كنادي أهلي جالك استدعاءين حتى الآن لأليو ديانج منتخب مالي عشان يستعد البطولة الأمور الفريقية اللي هتقام في يوم 9 يناير هتبتدي وعلي معلول مع منتخب التونسي فهمهم مش هيكونوا معاك وبالمناسبة بيراميدز برضو ما طالبش تأجيل بيراميدز مثلا جالوا استدعاء من بوركينا لإريك تراوري أحد أهم اللاعبية وده كان قرار من لجنة المسابقات أو من ربطة تحديدا يعني أن لو في بطولة أمور الفريقية هتتلعب فالدورة هتتأجل لأنه هيبقى فيه أجندة دولية نحن ملتزمين بها لازم اللاعبها دي نسلمها المنتخبات بلادها يعني تبقى لإيه للوايح الفيفا أو الاتحاد الدولي يعني فعشان ما حدش يحاول يضحك على حد يعني أو حدش يحاول يزر الأهلي في صورة إنه هو اللي طالب التأكيد لا طبعا إحنا نقابل أي حد إحنا نناشي حد خالص إحنا نلعب أي حد في الدنيا فديجوزئية مهم جدا الأهلي بقى أنا مش عارف هيرجع لعب في الدوري أنت ليه بقى؟ أنت عندك ماتش فيوتشر بكر هتلعب بكر مع فيوتشر وبعد كده عندك طولة الأمم الأفريقية لعبة في المعسكر مفيش دوري خالص بالنسبة للأهلي بعد ما تخلص أمم أفريقية عندك كاس العالم الآن دي بعد كاس العالم دي عندك إيه؟ عندك دوري أبطال أفريقيا فأنا بصراحة مش عارف الأهلي هيرجع لها بإمتى في أفريقيا أو في الدوري تحديدا يعني هيتخلل طبعا الفترة دي هيتخللها كاس الرابطة لما تتعامل القرع يوم الاتنين وكلام من ده وحتلعب بعض المبارات في كاس الرابطة يا رب نكون أول فريق يا حق البطولة دي رغم المراحل نهائية فيها مش هتكون في فترة بطولة الأمم الأفريقية يعني هيتم ترحيلها يعني فهنستنى هنشوف إيه اللي هيحصل بالنسبة لموعيد الأهلي في الدوري لكن الأهم أن نحن نركز على مبارات بكرة والأهلي بيواصل استعداداته من خلال مران أخير النهاردة تحديدا بيستعد من خلاله الفريق لهذه المبارات الهمة جدا جدا بكرة بإذن الله تعالى على أستاذ الأهلي والسلام أمام فريق محترم بجهاز فني جيد وعناصر مميزة جدا هو فريق فيوتر اللي أتطرح حالاتكم شايفين